اشتركوا في القناة وقد قمت به قبل ان ابدأ بالقناة وهو قديم وقمت بجلبه من جديد وساجري بعض التعديلات في الكلام ارجو الانتباه اليها انا اقوم الان بعد قطع الشجرة وتنايم الخشب كما ترون في اصبعي اقوم بشق اللحاء ووضع الطعم او القلم يجب ان يكون القلم ب سماكة قلم الرصاص تجرى هذه طريقة بالتطعيم للاشجار الكبيرة يقطع اللحاء كما ترون ويوضع القلم ما بين اللحاء والكامبيون الخشبي او ما يقال له الخشب خشب العمود الشجرة كما ترون في الصورة طبعا هناك بعض الاجراءات التي اقوم باجرائها وسأريكم او سأشرح لكم التعديلات التي نتيجة التجربة التي قمت بها هذا البلاستيك يقوم مقام الخيط ولكنه الشديد الخطورة على التطعيم يرجى استخدام الخيط القطني بدلا من هذا البلاستيك لانه تبقى تبقى فيه العصارة سائلة وعند فكه يقع الطعم او يجب ان نقوم برعاية خاصة ووضع دعام معه للطعام بعد الخروج اذا نقوم بشد هذا الطعم او القلمين على جسم الشجرة بعد ان اكون وضعتها تحت اللحاء ثم بعد ذلك نقوم ب لسق المنطقة التي قطعناها بوسطة البلاستيك اللاصق البلاستيك اللاصق سترون كيف فاقوم بذلك بعد ذلك يجب ان نقوم بتغطية الطعم بكيس من النيلو حتى نحافظ على رطوبة هذه البراعم تجري هذا النوع من التطعيم في منتصف شباط وحتى اخر شباط قبل ان تتفتح البراعم قبل ان تتفتح البراعم ويكون النبات في ذلك الوقت بطور السبات اي ان العصارة واقفة وكلما اقتربنا من فصل الربيع يكون التطعيم انجع وعملنا يكون انجع وانجح في هذا العمل يتم تطعيم الدراق والخوخ والجارنك بهذه الطريقة على نبات اللوز بالاضافة الى ذلك يمكن تطعيم انواع من اللوز تكون ذات اثمار عالي وسأريكم في نهاية الفيديو صور هذه الطعوم بعد ان تفتحت براعمها اذا نغطي هذا الطعم بكيس من البلاستيك و جزء منها من اتجاه الشمس نغطيه بورق او كيس من الورق حتى لا ترتفع للدرش الحرارة ويموت الطعم اذا هذا ننظر الطعم كما ترون بعد ان انتهى ويجوز ان نترك هذا الطعم بهذا الشكل ويجوز ان نضع كيس من النيلو ثم بعد الكيس نضع ظل حتى لا يموت براعم الطعم وكما وكما قلت في نهاية الفيديو سأريكم بعض او صور هذا التطعيم كما ترون هذه صور هذا التطعيم كما ترونها بعد نهاية هذا التطعيم وبعد 18 يوما كان معكم من ريف حلب عبد العيسى اشكر متابعتكم والى فيديوهات اخرى واستودعكم الله